موسيقى أرحبكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة من برنامج علمتني كربلاء واليوم نلتقى وياكم أيضا بموضوع جديد وقيمة جديدة وهذه القيم التي دائما نستلهم من المدرسة الحسينية هذه المبادئ التي تعزز الحياة واليوم جئنا لنتحدث عن صلة الرحم ومفهوم صلة الرحم وكيف ممكن أن نعززها وجاءت الثورة الحسينية لتعزز هذه المفاهيم وهذه القيم ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد لاري النائب في مجلس الأم الكويتي حياك الله معنا ونعزيك بمصاب أبي عبد الله الحسين أضم الله أجركم وفعلا يعني ذكر الحسين عليه السلام يعني من 1400 سنة ولكن كل عام كأنها يعني الواقعة قريبة وتتجدد يعني في دماء المسلمين وفي حياتهم وفي يعني انعكاس عليهم يعني ففعلا مصيبة ما عضاهم مصيبة في الأرض والسماء يعني بمحمود دعنا في البداية نتحدث عن صلة الرحم كما ذكرت في المقدمة بأننا سنتحدث عن صلة الرحم وبمفهومها العام يعني هناك عديد من التعريفات لهذه الكلمة هناك العديد من العلماء اللي راحوا يفسرون هذا المفهوم ولكن بشكل مبسط بحكم أيضا الخبرة التي لديك ما هي صلة الرحم هو أول شيء نحن يعني تعريف الرحم هو يعني يعني من الرحم رحم المرأة والأم فبالتالي يتفرع منها يعني هما الأقار باختصار يعني من الأب والأم هما نقدر يعني سميهم الرحم وبالتالي صلة الرحم هو كأن أنت بأي اسلوب من الأساليب أو حسب مثل ما يقولون العرف الاجتماعي شو المطلوب منك أنت عساس تعتبر أنت يعني صال رحمك يعني فبالتالي هاي صلة الرحم بمفهومها أو تعريفها العام العلاقات الأسرية والاجتماعية يعني يعني هي محصورة أدق يعني أكو ذاك يعني والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل هذه اللي هي صلة مع الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء والرسل الأم عليهم السلام والقادة ومع يعني الناس وما فيهم أخصة عن الوالدين والأقارب ومع نفس الإنسان هذا حسب تفسير الأمثل يعني تفسير والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل بس هاي مفهومة العام بس انت تتبي صلة الرحم حسب ما هو يعني مطلوب يعني إسلاميا وهو يعني قاعدة من القواعد اللي يعني الحفاظ على المجتمعات ونموها طبعا هي يعني مختصرة صلة الرحم بالأقارب اللي هم من الأب والأم نعم يعني بو محمود أيضا هناك من يحاول دائما أن يقطع صلة الرحم أحيانا تأتي من الزوج تأتي من الزوجة بسبب مجاكل أزرية هل يجيز الشرع مثل هذه الأمور طبعا مثل ما يعني الشرع يحث على يعني صلة الرحم أيضا يحذر من يعني خطورة قطع الرحم فوايد أحاديث طبعا يعني تبين عقاب ويعني جزاء من يقطع رحمه وبالتالي الأمر يعني صحيح يمكن الإنسان بردة فعل أو حالة غضب يأخذ قرار يعني أنه والله يعني أي إن كان القريبة يصدر منه أي شيء أو أي تصرف أو أي قول أو رايح له بشغلة مثلا ما صارت أو تخاني تريم منه شيء يزوره وما رد عليه أي شيء مثلا الأشياء هذا فيخلق عنده مثل ما تقول يعني ناحية نفسية وعلى أثرها مثلا لا سمح الله يأخذ قرار أنه والله هو ما يمره أو مثلا يكون ثقيل في الرد عليه أو لا سمح الله بالكل يعني حتى ما يسلم عليه فهذه الأمور يعني بالعكس يعني يعني شرعا وعقلا يعني هاي الأمور يعني خطيرة ويجب الإنسان ينتبه منها من بداياتها لأن كل ما تقدم لا سمح الله يعني تعزز والشيطان يعني بحد يعزز هذا ويقرأ في نفس الإنسان فبالتالي يجب الإنسان يكون يعني منتبه لهذا الأمر ويعالجه بأسرع ما يمكن يعني ويدفع بالتي يعني هي أحسن وبالروايات اللي عندنا تحث على معالجة هذا الأمر اللطيف شنو بالروايات بمعناها يعني أفضل أنواع صلة الرحم هو أن تصل من قطعك هاي أفضل أنواع صلة الرحم فبالتالي لا يكون الإنسان يعني ينتبه لهذا الأمر نعم أيضا هناك يعني بمحمود العديد من وقات بمجتمعنا بالمجتمع العربي الخليجي مجتمع عالمي معوقات يعني دائما هذه تحول ما بيننا وما بين صلة الرحم ما هي أبرزها والله طبعا هو الآن إن شغالات المادية مثلا بالوظيفة أو واحد مثلا مشغول بأسرته أو يعني حياته الخاصة بعض اللي أسمح الله أكو تراكمات إنعكاسات تقدر تسميها مشاكل قديمة نعم ما بين الكبار مثلا نقول نعكس على الأبناء أو على الأحفاد بصورة وأخرى والأقارب فهذه المشاكل الاجتماعية يعني هذا جزء والمثل ما تقول الإرث اللي إحنا مثلا ورثناه طبعا تترث الأمور الإيجابية وأمور السلبية كل إنسان ماكو أسر ما فيها يعني بشكل طبيعي يعني ترسبات سابقة أو شيء أمور حدثت بالسابق المطلوب من الإنسان أنه هو يغير هذا الواقع لا يستسلم يعني أنا أشوف الحالة أشوف فعلا يعني بيني بين الله يعني هل تصرف اللي صدر مثلا من خالي عمي أو الوالدة أو الوالدة أقيمة أقول هل هو فعلا في ميزان الشرع يعني هل هو كان محق في هذا ومحق هذا أو شيء التشخيص نعم إذا شخصت هذا الشيء بعدين شفت لا والله الحق مع فلان أو فلان هناك سلوب العلاج يعني ولا تقول لهم أفن يمكن أنا أشوف الخطأ قد يكون من والدي أو والدتي أو واحد مثلا الزوج ترى إنه خطأ من الزوج مو من أهل الزوج شيء من القبيل بس أكو سلوب العلاج يعني هناك طبعا الأب لها مكانت بالأسرة والأم لها مكانت والأبن فهني شلون يعني يتم معالجة الموضوع أو واحد يؤدي الواجب اللي عليه مع مثلا الأبوك مثلا موراضي أو الزوجة أو الزوج فالأمور هذه يجب أن يكون الإنسان يعني يتعامل بميزان دقيق يعني حتى فعلا يعني يستطيع بعالجه ومشكلة موجودة أو ترسبات موجودة أو بيؤدي الواجب اللي عليه اتجاه مثلا أقاربة ويراعي أيضا الآخرين هنا يجب أن يكون هناك ميزان لميزان يعني مثلما يقول الشرع وبعدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا صحيح ويرزقه من حيث لا يحتسل بمحمود يعني كما ذكرت بأن لربما العلاقات الأسرية وتواصل ما بين الأسرة هناك خلافات فيكون هناك قطع للرحم ولكن هل يحث الإسلام يعني في جانب مثلا على قطع صلة الرحم في بعض المواقف أنه يجيزها على الأقل على أقل تقدير لا لا مثل ما قلت بالبداية يعني هو والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل مفهوم أشمل من فقط موضوع صلة الرحم يعني علاقة مع الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء والأمة والقادة يعني سلام الله عليهم وأيضا العلاقة ما بين المجتمع فبالتالي يعني حتى لو مثلا فرضا حسب ما هو يعني معروف أنه هو النسب مو رحم يعني مثلا علاقة الزوجية أهل الزوجة وأهل الزوجة مع ذلك يعني مو معنى أن أنا إلا سمح الله يعني أكون يعني مجافي لهم أو مثلا غير مواصل لهم لا بالأكس هي ضمن يعني المفهوم العام للتواصل والصلة يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها يعني الإسلام لا تنظر لها بس من يعني مفهوم واحد أو زاوية واحد لا تنظر لها مفهوم الشامل فبالتالي في المفهوم الشامل للصلة والتواصل وأمر الله سبحانه وتعالى لا يعني هنا يجب أنك تتواصل مع الجميع وتأدي الواجب اللي عليك تجاههم يعني فبالتالي أنا أصور لا بالعكس حتى لو في خلافات حتى لو في لا سمح الله انحرافات لو في أيش من المشاكل الإنسان لازم مهما يكون ما يقطع ذاك من ذاك يعني اللي بعد يعني لا سمح الله مجاهر بالفسق ومثلا معلن محاربتها اللي لا سمح الله يعني شيء يعني خالف الشارع وغيره تتجنى تنصحت وهذا مع هذا بالتي أحسن يعني تحاول يعني تكون وليس يعني الإساءة عرشلون يعني مو مطلوب يعني أنا أنا أوخر منها لكن مو مطلوب إني أنا أسئلة يعني ما أعاملة بالمثل يعني أنا ترفع عن هذا وأدفع بالتي أحسن سيد أحمد لاري نائب من جسد الأمة الكويتي وهناك العديد من الفقرات أيضا التي نود أن نتحدث عنها والمواضيع المرتبطة بجانب صلة الرحم وأيضا لدينا العديد من الفقرات نقف قليلا لنشاهد هذه الفقرات ومن ثم نعود لنتواصل وإياكم مرة أخرى نعود مرة أخرى سادة المشاهدين في برنامج علمتني كربلاء ضيفي الأزيز الأستاذ أحمد لاري النائب بمجلس الأمة الكويتي كنا نتحدث قبل قليل عن صلة الرحم وقد تطرقت يعني في البداية إلى تعريف هذا المفهوم وناقشت هذا المفهوم بمجتمعنا الكويتي على رغم الفروقات التي تحدث وكذلك يعني ذكرت بعض الروايات والآيات والحديث لكن إذا أردت أن أتحدث عن نقطة مهمة جدا البعض يراها إيجابية البعض يراها سلبية وهي مواقع التواصل الاجتماعي هل ممكن أن تؤثر على صلة الرحم سواء بالسلب أو الإيجاب مواقع التواصل مثلا تويتر سناب شات كل هالأمور هذه فعلا يعني أنا أعتقد يعني فيها سلبيات وفيها يعني إيجابيات مسأل بياتها اللي دائما طبعا إحنا مبتلين فيها سواء بالدواوين أو عند الأهل اللي هو موضوع اللي مدش المكان اللي يمع قبل كان في السوالف وأحاديث وإلى آخر هي ملاطفات لكن الآن الأغلب ما أقول لك يعني بشكل عام اللي يضايق الواحد فعلا مدش كل واحد اللي قالاهي بالتليفون الدوانية تروح كل واحد حاط راسه بالتليفون وش اسمه البيت فهذه يعني كمظهر عام فيه يعني سلبية يعني فعلا لازم واحد يراعي نفسه يعني حط له وقت ويراعي مثلا خاصة ما واحد يروح عند والدينه مثلا أو الكبار أو يزور وانت رايح زايرهم بعد قاعد عندهم وهم تقعد هذا لا هيقعد تليفون عرشلون فيبي له تنظيم العملية فعلا عساس دوقيا وأدبيا وحتى لا يضايقون لي ايش اسمه أو حتى الدوانية ما تقعد انت رايح اساسا كنوع من يعني القاعدة والتغيير الجو وتبين مع هذا فاذا كل واحد بيقعد يطالع بس الواتسابات هايت لو يفتح للفيديوهات ويسمع وهذا يعني على كل هذا ملاحظة عامة موجودة بشكل فعلا خاصة انحنا الحمد لله مجتمع الله من عم علينا ومن الصغير الكبير عند التليفونات الذكية مثل ما يقولون ما عندهم تليفونات نوكيا بوليت الحمد لله يعني عندهم بخير والله يزيدها النعم بس هذا النعم يبي له حمد وشكر وحمد وشكر انك يعني فعلا توجه التوجيه الصحيح يعني مثلا للحين بالعكس انا اقول هذا الواتساب والرسائل المجانية يعني قبل كان واحد شوية يخط بالع الميزان وما ميزان ما في يعني ذلك التكلفة وتقدر سوي ذلك التصميم الحلو وهالمناسبات ما تراش كثرها اذا مثلا شهر محرم تعزيهم مثلا بمصاب ابا عبد الله الحسين عليه السلام ودخول شهر محرم اذا مواليد يعني اذا اعياد تصميم معين وتسوي لك قروبات حق الاهل مثل هذا ودزلهم ويستنسون ودزلوا لك هم بعد ترد لهم يعني تصير نوع من التواصل واتفاعل معهم مع محذور لدائما نقول انه موضوع مراعاة الحدود الشرعية يعني لا يصير لا سمح الله قروبات اهل مختلطة نعم هاي بعض الابتلاءات موجودة يعني لان على ابو انه والله هاي ولد خالته وبنت خالته ولد عمه وبنت عمه تجد بعض القروبات الاجتماعية مختلطة وهذا انا يعني يكون في حذر في هذا الموضوع لانه تكون قروبات الاخوات بروح والاسبيان والكبار بروح على اساس تدري كل واحد ياخذ راحة بالكلام سوالف تختلف يعني ولا يقع لا سمح الله المحذور في هذا الامر ويكون في التواصل بحدود يعني الشرع مثل ما يقولون تمام يعني نقطة مهمة جدا قبل شوي قعد تكلم على شروط التواصل او كيفية التواصل انه من اداب التواصل انه ندخل اذا الاقل لا تمسك تليفونك وانت امام الكبار يعني على الاقل الوالدة الوالدة او حتى في الدوانية صحيح هل هناك شروط في صلة الرحم وكيفية التواصل من الاخرين لا احنا طالما يعني قاعد نعيش ايام عاشوراء سلام الله على ابو عبدالله الحسين عليه السلام يعني فعلا الحسين ضحى من اجل يعني القيم من اجل المبادل من اجل الاسلام فبالتالي يعني لا يعبد الله من حيث يعصى يعني مو مطلوب ان انا يعني اديش يعني قصدي تقول لي شنو يعني المعيار اللي نحطه مثلا للتعامل في وسائل التواصل انا اقول التقوى يعني معيار الشرع يعني شنو اللي يعني الشرع يقولك مطلوب ممكن انتب تتواصل معاهم مباشرتين بشكل فردي ممكن تتواصل معاهم اما اذا كان الشرع يقولك لا مثلا هذه مثلا محرم او غيره او مثلا حدود الكلام يعني مرات حتى الملاطفة حتى في القروب مثلا يعني اكو حدود بالادب يعني مفروض الواحد لا سمح لا ديس صور مخلة صحيح بالادب والحياة لان تدري الميديا يعني ما يقولون فيها كل شي صوت صورة فيديو مقاطع اشياء فلازم الانسان هو يفلتر يعني صحيح هذا من جانب جانب الثاني ايضا حتى بالنسبة للاشاعة يعني احنا المشكلة مع الاسف ان الانساء والله منقول دزلك بعين تقول يا معاودي شتاز انت لنهاتش يقول انا كتب لك منقول اي شيك تسوي له فورورد على طول منقول ما يصير مو صحيح لازم انسان هو يكون له معيار انه والله هذا الخبر لييني صحيح مو صحيح يا الذين اعملوا اذا جاءكم فاسقهم بنبل فتبينه فالانسان لازم انا اقول يعني المعيارين عنده التقوى ان يعرف يعني يتعامل مع منه وشنو وشي يقول وشي ما يقول في نفس الوقت اللي بيسوي له مثلا اه رتويت او بيسوي له فورورد واي شي ينتبه انه يعني لا يقع بالمحذور او ينقل شي لا سمح الله يمكن الثانين اللي بيشيعون الفساد ويشيعون لا سمح الله امور سياسية معينة بيضربون البلد يشيعونها ويدلزونها وانت تقول على ابو ما نقول ما يقول لا احنا نكون عندنا يعني الضوابط والمعايير هذي على الاقل تتقصى حقيقة الخبر يعني يعني ما موجبر ارسله على الاقل اقلها يعني اذا انا مو متأكد من الخبر او حس الخبر فيها شسمه لا ادنا ما دزا مو مش طارع مو سباق يعني انه ولا انا ليش سبق انه ولا ودزيت الخبر لا اساهم في شي لا سمح الله استاثم باشر دنيا واخرى لا مو زين يعني نعم ايضا يعني هناك لربما من الابتلاءات بأي مجتمع ان يكون في بعض الفئة منهم على غير اهل الحق هل يجوز التواصل معهم وبناء صلاة الرحمة معهم وممكن يكون من عائلة ايضا هذا يعني بالقرآن مذكور يعني الاية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لي يعني والدينك اذا لا سمح الله ما كانوا على يعني نفس دينك يعني هاي مشكلة يعني انه يعني انسان اذا كان مثلا الاية الكريمة خمس ستعش من سورة لقمان وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من انابه الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يعني احنا بالنهاية الوالدين خاصتين يعني مهما عملنا ما راحنا فيهم بحقهم مهما يكون يعني ساعة من ساعات الوضع بالنسبة للألام بالنسبة للأم هذا يعني ما تقدر انت يعني تفي حق الأم فما بالك بي يعني هي يعني هي سهرة الليالي وهي اللي احتضنتك وهي حتى لو انت كبير بعد وعندك احفاد قلبها عليك صحيح ما تنام الا تتأكد انت على كل فبالنهاية يعني اكو شيء اسمه يعني اكو اختلاف وانت مثلا ما تشمعه بهذا تتجنب مثلا لهذا واكو شيء لا سمح الله لا تصل الى الاساءة يعني انت مطلوب منك انت حتى لو يعني مو على دينك او اختلاف في الاراء او غيره انت مقتنع ان هذا والله لله اللي انت قاعد تسوي مية بالمية وهما يقول لك لا مثلا او يأمرك شيء ثاني او لا سمح الله اذا كانوا على غير دينك مثلا بعض الاتلاءات فهني انت دورك انك انت يعني يعني تكون على تستمر على الحق يعني الله سبحانه وتعالى يقولك يعني ما يقولك لا سمح الله اروح طيع والدينك حتى لا سمح الله بالشرك صحيح لا هذا ممطلوب ولكن المطلوب هو انك تستمر باحترامهم ولا تسيء لهم لا سمح الله وتحافظ على مودتهم والتواصل معهم بهذا الاسلوب يعني هذا المعيار وهذا الضابط هذا طبعا اكبر شيء اللي وارد في القرآن الكريم يعني الآية الكريمة وايضا هذا اذا تقدر تاخذه على يعني مثل ما تقول على القارب الاخرين يعني اللي معاك بدرجات اخرى تحدثت عن هذا الموضوع وختمت بثمار صلة الرحم ولكن ايضا لدينا العديد من المحاور المرتبطة بهذا الجانب وكذلك لدينا العديد من الفقرات نقف قليلا لاستكمال فقراتنا ومن ثم نعود نتواصل وإياكم مع السيد احمد لاري عضو مجلس الوم الكويتي نعود مرة اخرى السادة المشاهدين معكم في برنامج علمتني كربلاء ومرة اخرى ضيفي العزيز السيد احمد لاري عضو مجلس الوم الكويتي وكذلك ارحب بكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا لمتابعة ما تبقى من الحلقات تحدثت سيد احمد لاري منذ البداية عن صلة الرحم وتطرقت الى الجانب مع الاهل وكذلك المجتمع ثمارها شروطها احيانا يكون هناك بلاءات في المجتمع كيفية التعامل معها ختمت بيعديد من الروايات الجميلة اللي تعزز هذا المفهوم ولكن يبقى هناك نقطة عندما يعني ذكرت هذه الروايات من الواضح ان ثمارها تنمي النفس تزيد الرزق والبركة تطيل الامر ولكن ما يحدث في المجتمعات الغربية على رغم ابتعادهم عن صلة الرحم لكن نجد ان عندهم تنمية عمران والمقابل يعني في مجتمعنا العربي الاكس هناك صلة الرحم لكن نجد ان بعض المشاكل تكون موجودة على المستوى السياسي نجد ان هناك تأخر لا ربما نجد باننا غير متطورين كما يتطور الغرب هل ممكن ان نربط بينها؟ طبعا انا بقى تكلم سياسة الا ابعيد عن سياسة لان كل بلاوين من الغرب يعني احنا اللي فيه الحين تأخر اللي فيه سبب اساسي منه هو يعني ارتباطنا بالغرب بصورة اخرى او تأثير الغرب علينا وسيطرته على كثير من المقدرات وكثير من الامور هذا نخلي للجانب السياسي الجانب يعني مفهوم الاسلامي في الموضوع ان الله سبحانه وتعالى عنده مشيئة الهية وهذه المشيئة الهية هي يعني مرتبطة بسنن كونية يعني اللي يسخن ماء الحار بالنهاية يتبخر واللي يحطها بالفريزر وعوامل التبريد والتجميد راح يتجمد فهذه يعني سنن الهية موجودة هذه ايضا موجودة في الامور الجانبية الجانب اخرى بالنسبة للامور الاخلاقية وامور اللي تفضلت فيها مثلا تأثيرات صلة الرحم نعم على الانسان في الدنيا يعني امور العكاسات يعني مادية فهناك بقدر يعني مجتمعاتهم ما تكون مثلا عندها هالأخلاق الاسلامية او المبادئ الاسلامية او السنة الالهية اللي الله سبحانه وتعالى حطها اكيد بينعكس عليها وبالتالي يعني احد المسلمين والمفكرين الاسلاميين الاوائل اللي راح الغرب وقال رأيته الاسلام ولم ارى المسلمين يعني هاي ما قلتها مبنية على شنو على اساس ان الاخلاق اللي يحث عليها الاسلام ويطالب فيها شافة هناك يعني نعم من قيم الامانة من قيم العدالة النسبية من قيم يعني الامور هذه كلها الصدق وغيره فاللي هم يسمون مثلا الشفافية في التعامل وغيره الاخره فتلقى دول فعلا عندها قيم مثلا وتطبق هذه القيم ينعكس علي امرأة مثلا سنغافورة مثلا كنا نحن في زيارة اخيرة لها فعلا يعني تلقى هم حطوا المبادئ وحطوا القيم واكسوها على القوانين معين عندهم وتلقى فعلا عندهم سواسية تعامل ما يفرقون يعني فعلا هم من اجناس مختلفة يعني فيه ناس يعين من بريطانيا فيه ناس يعين من الصين فيه ناس يعين من ماليزيا كلهم عايشين في دولة وعمروها وسير مثال يعني متقدمة في التعليم متقدمة في كل الامر في الامر الحياة فهذا الاسس الاسلام يحط لك قواعد اذا اي واحد طبقها ممكن يعني تنعكس على هذا بس هل تقول لي انه يعني هذا الامر الان يعني بالنسبة لصلاة الرحم احنا بالنسبة لنا اكون مفهوم ثاني يعني بالنسبة للرزق او لهذا هي مو مفهوم الناس فهم الرزق بس في فلوس او بيت او غيره الرزق يعني الراحة النفسية نعم اعرفت شلون ويعني التواصل الاجتماعي الموجود عندنا هذا ما اعتقد موجود في الغرب يعني يمكن بالناحية المادة كيش يموفر بس تلقى اكو شي فاقدة هو لو تقعد معاهم وتكون معاهم مش نامعاتهم تلقى يسول فولك بالنهاية هاي فطرة فطرة الانسان انسان دائما يبحث عن الكمال والكامل الله سبحانه وتعالى فيه يبحث عن الله بشكل يعني لا ارادة وغير مباشر هذا المفاهيم فهم هناك يعني مهما يكون ما عندهم هال يعني الشيء اللي احنا عندنا يعني احنا بالعكس يعني انت شوف الراحة النفسية الموجودة عند كثير من يعني عوائلنا ويعني بديرتنا احنا بقل الناس عندهم مشاكل حروب في دول اسلامية ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى بحق يعني هذا الشهر الحرام انه يعني يعني كف دماء المسلمين واحنا دائما ندعو الى ان الخير والسلام ان شاء الله في جميع بلاد المسلمين فبالتالي يعني احنا المفهوم ان نقيم انه شنو اللي عندهم شنو اللي عندنا يجب ان يكون بمفهوم الاساسي الاسلامي وبعدين انا اه بقول شغلة ثانية اساسية يعني بشي جانبي بس لا ربط يعني بصورة وباخرة ان الناس قد يقول يقولك والله يعني هل يعني شون القيم هل الاخلاق يعني ممكن واحد يصير عنده يعني اخلاق وشجاع وعدالة وكل هالشياء ما عنده اسلام ما عنده يعني ارتباط بلس هل لها هذه لها قيمة لها قيمة بحدها يعني نفس هذه الامر هاي لكن تقولي لها تأثير في الارض وفي الكون وفي حسب ما الله سبحانه وتعالى يبيه والرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم السلام اللي هم حطوه يعني لنا اللي الله سبحانه وتعالى يبيه لا لان المطلوب هو ان تعرف الله حق معرفته وحق معرفة الله سبحانه وتعالى ما يكون يعني ممكن هاي يكون مدخل الصلاة مدخل الصوم مدخل عبادة مدخل حسن الخلق مدخل هالأمور هاي كلها مدخل إذا الأمور هاي كلها بالغرب ما تنبني على قاعدة صحيحة إلهية اللي الله سبحانه وتعالى حطها بنيان يعني يكون بالنهاي ينهار في حين شفناها الآن أكثر من مثلا حضارة فرعون أكثر من حضارات السابقة اللي كانت موجودة وين هي الحين انتهت ماكو شيء لكن الإسلام منية في نمو في تقدم لأن الإسلام ينبني على مبادئ وعلى أسس اللي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام يعني كل مثلا المقولة كل ما لدينا من عاشراء وكل أرض كربلاء يعني ليش لأن الإمام الحسين عليه السلام ضحى في حياته وأسرته عرف شون هالشهداء من الرجال اللي قدمهم والسبايا من النساء يعني أثر في الكون كله قبل أثر في الأرض فقط وأثر في الحياة كلها للآخر وضح الإسلام شكل صحيح يعني ووضح المبادئ الإسلامية وفاهيم الإسلامية فبالتالي الدنيا إذا تنبني على يعني فقط هالأمور هذه يعني تنزهر شوي وهذا لكن مو هي المطلوب المطلوب هو أن يكون هناك أعمار للقلوب أعمار للإنسان للبشر حتى فعلا يعني نحقق الأمور المطلوبة يعني بمحمود ما بيبتعد عن الكلام اللي كنت قاعد تقول التي فضلت فيه قبل شوي وحديثنا عن كربلاء وعلمتني كربلاء وأيضا موضوع الحلقة الأساسي هو صلة الرحم كيف تجلت صلة الرحم في كربلاء يعني الإمام الحسين أبناء الإمام الحسين العائلة الواحدة التي خرجت لكربلاء وكهناك في بينهم صلة رحم كبيرة كيف تجلت هذه الصورة والله يعني أكبر مثال وأحلى مثال وأخوى مثال هو الأخوة ما بين أبا عبد الله الحسين عليه السلام وفضل عباس عليه السلام يعني هذا واحد يعني ما يقدر يتجاوزها لتخنق العبرة يعني في هال المواقع هذه يعني حقيقة فيعني كان يعني على كل شيء كان أبا عبد الله السلام الله عليه كان يقدم نفسه على كل شيء يعني ما كان يرضى يعني في حياته كله من ولادته لشهادته حتى بشهادته أبا إلا أن يكون هو يعني استشهد قبل الإمام الحسين عليه السلام وحق الله سبحانه وتعالى حقق لأمنيته فواسل حسين مواسات ما بعدها مواسات أخن لأخيه يعني ما يمكن تزور الإمام الحسين لتزور أبو الفضل العباس عليه السلام فأروع يعني تضحة أخ لأخيه يعني فهي طبعا يعني أروع مثال للترابط الأخوي والترابط الأسري الموجود في الله ولله يعني وليس لأي شيء آخر يعني فالترابط اللي كان موجود يعني زينب سلام الله عليها يعني نحن أن نعمل أخت لأخيها يعني اللي هي يعني تحملت كل هالمصائب والمصيبة بدأت من ليلة عاشراء يعني بعد هذا يعني تتخيل مرأة في هذه الصحراء أمام الجلاوزة وهذول الظلمة عرف شون وبروحها ومعها العيال والأيتام وجدامها يعني أشلاء الشهداء الأبطال الأنوار يعني مناس عاديين وبعدين تبهيها شون تكون تقف وتديرها الأمور هذه ولا تفقد نفسها وهذا وصل صلاة الليل من جلوس لأول مرة يعني فيعني شي عظيم يعني أملتها وهي كملت الرسالة كملتها سالت يعني أبا عبد الله الحسين عليه السلام بزينبية الرسالة والجانب يعني تكملة المسيرة واستثمار دماء الشهداء لإحقاق الحق وتكملة المسيرة ختاما سيد أحمد لاري ماذا تعلمت من كربلاء على المستوى الشخصي والله هي كربلاء يعني فعلا بدون مبالغة يعني كربلاء هي كل شيء لنا يعني يعني أنت الحين الآن ماكوا واحد يقوم ينصر الحق إلا تذكر الإمام الحسين عليه السلام نعم يعني إمام الحسين يعني شهادة ودماء الطاهرة التي يعني ارتفعت إلى السماء قبل أن تنزل إلى الأرض أو شون هذه يعني أثرة بالكل وبالتالي هي يعني تحيي كل خاصة الناس اللي يعني يمرون في يعني ابتلاءات ومحن كل يعني شهادة وواقعة الطف مواساة له صحيح يعني خفف يعني مصيبته بهذا يعني إنسان يفقد له مثلا أب يفقد له أخ يقول له زي صلى الله عليه يفقدت الأخ والعائلة كلها وشهداء بهذه الطريقة هذه أنت شنو يعني هذا وحتى لو مثلا علماء أو مثلا شهداء مثلا بأبطال مثلا واحد يفقدهم مثلا على مرة تاريخ قادة يفقدهم ولكن متروحك مصيبة أبا عبدالله الحسين تهون عليك مصيبتك مهما تكون ماكو مصيبة يعني في الأرض مثل مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وشهادته في كربلاء فبالتالي هو نبراس لكل صاحب يعني حق نبراس لكل مظلوم نبراس لكل يعني باحث عن الحقيقة نبراس لكل واحد يطلب يعني القرب من الله سبحانه وتعالى فهو يعني يعني ما تقول يعني الحياة وهو يعني والمدرس كل شكر والتقدير لك سيد أحمد لاري عضو مجلس الأمم الكويتي على هذه الكلمات اللي وجهتها وكذلك على هذه الخاتمة الحسينية اللي تفضلت فيها يعني تحدثنا منذ البداية عن صلة الرحم ولكن ما زال لدينا العديد من الفقرات إلى هنا أودعكم وأترككم مع بقية الفقرات على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم في برنامج علمتني كربلاء ترجمة نانسي قنقر